أنا بسأل نفسي بعد ما حجيت ربنا تقبل هذه الحجة هل في مؤشرات في بعض العلامات تقول أن هذه الحجة تم قبولها والله بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد النبيين وعلى آله وصحبه وسلم وبعده فأولا مسألة القبول هي مسألة مغلقة في فرق بين الصحة وعدم الصحة والقبول وعدم القبول ده في الحجة وفي غيره الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اتوضيت ونويت واستقبلت القبلة وأديت أعمال الصلاة أحرمت ونويت وذهبت وأديت المناسك كما قال صلى الله عليه وسلم الحج صحيح لكن مسألة هل هو مقبول ولا لا دي إحنا دايما يعبر عنها بالتحري ما بنقدرش نحكم على أي عمل في الدنيا مهما قلنا ومهما عملنا أنه مقبول أو لا دي منطقة موقوفة تماما ولكن إحنا بنتلمس في حاجة في العلم نشهر ببعض العلمات بلتحرى بلتحرى يعني أستأنس مثلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فأخذ منها العلماء أنه من علامات القبول أو التي يكون العمل فيها أرجى للقبول أنه تتبع الحسنة بالحسنة ومن ثم يقول بعض السلف الحسنة تقول أختي أختي والسيئة وتقول أختي أختي اللي ماشي في طريق بيكمل فيه فإذا من علامات القبول اللي نقدر نقولها أن يستمر الإنسان على الطاعة بعد الحج وأن يتغير حاله لأن كلنا إحنا بشر ويعترين النقص وتعترين الزلات لكن إذا الإنسان واظب على الطاعة بعد الحج هذا يكون من علامات القبول بس مهم جدا ننبه إلى شيء أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبدة لشدة إيمانه فإذا ممكن جدا أحج وأعمل مناسك وأروح وأجي وأرجع زي الفل وأول ما أرجع ألاقي الابتلاءات نزلة عليها قد كثيرا قد يغر الإنسان بهذا ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليك وليمحص ما في صدوق يعني يعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هيعلم وهو يعلم وهو أعلم منذ الأزل لكن يعلم بهذا التمحيص ويعلم بهذا الابتلاء فأحيانا العلامات قد تغر أنه ممكن أبتلى في نفسي أو في مالي أو في أهلي أو في شغلي أو في أي مكان لا يكون هذا ميأسا لي من الاستمرار في الطاعة طب في لحظة الابتلاء هذه وقت الابتلاء كيف أتعامل كمسلم أدى هذه الفريضة هنا يأتي دور الصدق الإنسان حين يصدق الله سبحانه وتعالى يثبت على ما هو عليه مع الابتلاء ويعلم المؤمن الذي يحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى أنه مبتلى لأن الله يثبته على هذا الطريق وأن الله سبحانه وتعالى بيده كشف الضر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون عند الابتلاء تتذكرون أنه من عند الله وأن النعمة من عند الله وأن العسر كله واليسر كله والانفراج كله بيد الله سبحانه وتعالى الصدق في كل قول وعمل في أداء المناسك أو في أداء العبادات أو عند الابتلاء هو الأحرى بأن يتحراه الإنسان وهنا يأتي نلاقي مثلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كل همهم في الدنيا أن يقول الله لهم صدقت فيه واحد واخد لقب وهو سيدنا عبد الله بن جحش واخد لقب اسمه المجدع في الله المجدع يعني مقطوع الأنف والأذن مقطوع الأنف يعني مقطوع الأنف ومقطوع الأذن جلس ليلة أحد هو وسيدنا سعد ابن أبي وقاص فسيدنا عبد الله يقول لسيدنا سعد إلت تدعي دعوة وأنا أقول أمين وأنا هدعي دعوة وأنا أقول أمين قال له ماشي فقام سيدنا سعد ابن أبي وقاص وقال اللهم لقيني غدا فارسا شديدا بأسه أقتله وآخذ سلبه فسيدنا عبد الله بن جحش قال أمين وقف سيدنا عبد الله بن جحش وقال اللهم لقيني غدا فارسا شديدا بأسه يقتلني ويقطع أنفي وأذني حتى ألقاك مجدعا فتقول فيما جدعت يا عبد الله فأقول فيك يا رب فتقول صدقت هو كل هم من الحكاية كلها إن ربنا يقول له صدقت فهذا وقد كان وقتل سيدنا عبد الله وحتى بعد أن استشهد رضي الله عنه يقول سيدنا سعد لقد كانت دعوته خيرا من دعوتي الصدق والإخلاص لأن قبول العمل مرهون بحكتي الإخلاص فيه ومعنى الإخلاص أن يكون العمل لله وحده لا يشرك فيه غيره لا من مصالح الدنيا ولا من الناس ولا من غياء ولا من السمعة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يعني نزعت بركتي عنه ويقول أنه في يوم القيامة يؤتى بالعبد صلى وصام وقام ويدخل النار يقول يا رب وصلاتي قرأت القرآن ليقال قارئ الإخلاص في العمل ابتداء ثم أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن وهذا هو الإخلاص والمتابعة يقول سيدنا الفضل بن عياد الإخلاص والمتابعة أن تستمر على العمل وأن يكون خالصا لوجهه سبحانه وأن تكون يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدومة العمل ومدومة الطاعة نعم ومن ثم يقول سيدنا أبو الضغداء لأن أستيقن أن عمل أن الله قبل لي عملا أحب إلي من الدنيا وما فيه لأن مسألة أن يقبل الله سبحانه وتعالى من أحدنا عملا هو لما بيقبل عمل لا يتركه هكذا وإنما مهما كان العمل صغيرا فإن الله إذا نظر لفلان يعني رحمه ونظر إلى عمله نماه له حتى صار أعظم من الجبل أدي قبول العمل مش إنه بس مقبول أنت لو قلت سبحان الله وقبيلها الله سبحانه وتعالى تجدها يوم القيامة أعظم من جبل الخندمة فالذين يخلصون ويثبتون على الطريق هم الذين يصلون في النهاية يعني الإخلاص كما ذكرت والصدق هم المفتاحان لاستدامة الطاع أو إدامة الطاع نعم وهم المفتاحان اللي هم أبل العمل عشان ربنا يتقبلوا